مرحبا يلي بيحب العسل بيصبر على عقس النحل هيك بيقول المثل السكر ما بيقتصر على الإنسان فقط ولكن على النحل كمان فمن خلال رحلاته بيتناول النحل مادة الأناثول المخدرة الموجودة ببعض الأنواع الثمار المخمرة فبيذكر وبيصير عنده نفس عوارد البشر بالعودة لطاقصنا شتوى متقلبة عم بيسيطرة على لبنان والحوض الشرق للبحر الأبيض المتوسط للحرارة مرتفعة الرطوبة منخفضة البحر مرتفع الموج وحرارة مياهه 19 درجة ورح يتأثر طاقصنا بكتال هوائية حارة رح تقدل ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة فوق معدلتها السنوية بخمس درجات مع هبوب رياح قوية حاملة غبار عم بتأدي لسوق رؤية وبتنحسرها الكتال مساء مع احتمال تساقط أمطار خصوصة بالمناطق الشمالية مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة وارتفاع نسبة الرطوبة ورح يستمر الطاقص متقلبة عدة أيام اليوم طاقصنا غائم مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة ممكن تتخطى 28 درجة على الساحل نتيجة كتال هوائية دافية مع هبوب رياح ناشطة جدا ممكن تتخطى 70 كم بالساعة حاملة غبار راح تأدي لسوق رؤية وبتبدأ درجات الحرارة بالانخفاض مساء مع احتمال لتساقط أمطار موحلة خصوصة بالمناطق الشمالية نسبة تساقط الأمطار بزحلة من أيلول حتى اليوم 429 مليمتر السنة الماضية 505 والمعدل العام لإخر شباط 500 مليمتر بنبقى بجولة على درجات الحرارة اللي راح تسجل الليلة على الساحل 16 على المرتفعة 10 بالبقع 5 والأرز درجة واحدة بنبقى بجولة تانية على درجات الحرارة اللي راح تسجل اليوم ببعض المناطق اللبنينية مثل بينه 26 درجة الثالث 28 أنه بين 16 17 درجة بأرتبة 24 عين السعادة 26 بعبدة 29 أرز الشوف 18 ودير الزهرانة 26 درجة الرطوبة بتتراوح بين 35 و 65 بالمية حرارة سطح الماء 19 درجة وسرعة الرياح بتتراوح بين 35 و 70 كم بالساعة الرياح عم بتكون شمالية شرقية كيف راح يكون تقصنا اليوم واليومين يلي جعين نار الخميس بتتراوح بين 16 و 29 درجة الجمعة بين 12 و 21 والسبت بين 12 و 20 درجة نبقى هلأ بجولة على درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية ومنبدأ جولتنا مع الكويت و 31 درجة القدس 27 إذن طرابلس 21 تونس 20 درجة مع تساقط أمطار وجولتنا بتنتهي مع روما 15 و بريز 11 مع تساقط أمطار وهنا بنكون صنع لنهاية نشرتنا الجوية تونس 20 درجة مع تساقط أمطار تونس 20 درجة مع تحسيني 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 اشتركوا في القناة